انت سألتني بتقولي طب انتوا عملتوا ايه وسبتوا الامور ماشي ازاي كده هو اترغب انكم عندكم اتحركت اتحركت انا بعدت من ضمن الخطابات بعدت الجهات كتيرة جدا منها وزير الشباب ورياضة واللجلة الولمبية ووالى اخر وبعدت الى المكتب مجلس الاتحاد الدولي اللي هو مكون من رؤساء سبع الاتحاد الافريق والاتحاد الاسياء والاتحاد الاوروبي جميع الاتحادات بقولهم ارجو تقبل تحياتنا بداية ان اود ان نتقدم بجزيل الشكر على الرد الذي تسلمناه من نائب سكرتيري العام كنا بعتنا له مرد علينا المؤرخ بتاريخ اتنين تسعة والذي اوضح لنا كثير من المعلومات التي كانت خافية عنا ويكتنفها الكثير من الغمود امام اعضاء الجامعية العمية الاتحاد المصري انا طبعا كنتم بعتلهم بصفتي المفول على الجامعية العمية وبعد اننا واذ نبعث لكم مرة اخرى بخالص تحية من ارض مصر الحضارة من اعضاء الجامعية العمية الاخضاء بالاتحاد بقارة افريقيا بل هي مؤسس الاتحاد الافريقي مع كل من اسيوبيا والسودان وانطلاقا من هذا التعريف الغير غائب عن سياداتكم وبالاشارة الى هذه الدولة العريقة قد تعرض اتحاد كرة القدم الى قرار بتعيين لجنة خماسية مؤقتة من قبل مكتب مجلس الاتحاد اللي هم نفسهم الدولي من خلال اجراءات باطلة وغير شرعية وغير مفهومة وغير معلن اسبابها وخطورة تبعاتها وذلك من خلال وجهة نظر اعضاء الجامعية العمية بسبب تغيبهم الكامل تغييبهم الكامل عن كافة التفاصيل يالا عراج بترفض ان اللجنة دي تكون الهيال تقول الاتحاد الدولي انت كل الكلام ده غلط وحيث ان قرار لجنة التطبيع باختيار وتعيين لجنة خماسية دارة كرة القدم والذي اعلن عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم وحيث ان هذا القرار يتطلب العرض مرة سريعا المكتب التنفيذي لذلك لازم يعتبد بعد كده انا بطلب منكم منكم توقفوا الكلام ده لان مصر التاريخ الكبير ده ما ينفعش يترع ورد كان ايه بعتولي قالولي انك انت احنا اللجنة تكونت ارجو انك تقعد مع السيد رئيس اللجنة الخماسية اللي هو سيد عامر الجنيني وتعيد عليه تتظلم الجامعية العمية وبعتله جواه شأن داخلي يعني بعد طوله جواب فقال لي انا ما بعترفش بجامعية العمية نصا وقالها في التلفزيون طبعا هو طبعا في الوقت ده انه هو اصلا هو مش اصدق كده هو اصدق مفيش جامعية عمية دلوقتي هو اصدق ان انا دلوقتي اللجنة تابع الفيفا مش عايز اقعد اوجع الدماغي طب انا عايز اقوله مهم جدا مهم جدا دلوقتي ايه اللي هيحصل بحكم الخبراتك اللي هيحصل خلاص بص الدولة تنبهت خلال الفترة الاخيرة دي الشهر ده هو لان في حاجة غير ما اللي انت قلتها عليها فيه اطالة فيه ناس بتطول وقت مماطلة انت سألتني بتقولي ان سبب الكورونا اسألك ابيدو انت شفت احنا عملنا سيطر رئيس عمل اكبر مؤتمر لشباب العالم قبل المعدة كان جامع شباب العالم يمكن 1500 شاب من جميع الحق العالم وتعمل في تنصيق غير غير يعني حضاري جدا ما حصلش حاجة احنا عدد الجامعية العامية كلها وبهدين لا انا ممكن هتسأل حاجة على فكرة دلوقتي بالتكنولوجي انت ممكن تعمل الفوتنگ بتاعك وانت عدت في البيت او انت في مقر النادي تعمل الفوتنگ متصور وتعمل الفوتنگ بيروح على السيستم في مية طريقة اه اننا الليست اللي انا بنتخبها رئيس كزا نائب كزا يعني موضوع تفض خمس دقائق بالضبط موضوع الكورونا ده يعني وهم يعني حجة هي فزاعة جديدة زي بكاد في فزاعة هي محاولة شرى وقت شرى وقت طب انا لك على حاجة تعرف عدد الجامعية العامية كانت كامل اللي عايزة تعمل الاجتماع ده والانتخابات عشان ناخد خرار بالانتخابات تسعة وتسعين تسعة وتسعين بيريد منهم قول عشرة خمسلاشر دول ما تقدرش تجيبهم في قاعات كبيرة جدا وتفصل بينهم حتى بلاش التكنولوجي والكلام ده كله طبعا انت رأي حاجة ليه انا شايف ان هي تركة تقيلة وشايف ان هي مشاكل كبيرة ليه الناس يعني ليه المواند ساعمة مجانب مثلا مش عايز ان هو يخلص وان هو يعمل الانتخابات السبب انا عايز اعرف السبب ما لو انتك في قبل الكلام انه كلمة او لا هو انا نفسه انت دلوقتي معاك تركة تقيلة لا هي مشاكلة تقيلة تركة جميلة خفيفة لزيزة خالص ده مشاكل كل يوم ايو انت احمد حسام ميدو اللي احترف فيه دول اوروبية كتير اللي مهموم بان الكرة في بلده تبقى في اعلى مستوى اللي عايزة تبقى احترافية اللي عايزة يشوف بلده احسن بلد لكن انا ممكن كمحمد الطويلة لو قعدت على كرسي الاتحاد الاغراءات اللي موجودة فيه قد تاخدني الى ان انا عايزة اقعد مية سنة والحقيقة هي دي اغراءات ايه مفيش ده مشاكل مشاكل بس وصدمات وصدع والناس كلها اللي موجودة ناس عندها اشغالها وبتاع خلاص انت عملت شغلتك اعمل انتخابات وخلاص ويمشي انا بقى باخترف معك ليه لانا بقولك هات احمد حسام ميدو هات حسام اسمه حسام غالي هات حد من اللي هم بتوع الكرة اللي هم بيحبوا الكرة واعاده هو حصل مع حزب امام حزب امام ما تقشي الجو ده هو لانا شايف فيه حاجات غلط كتير لكن لما انت لو دخلت وبدأت عايز تعمل اللي شفت وتعلمت بره كله ساعتها هتلاقي نفسك المكان محترم ولذيذ وجميل ليه لانك انت بتساعد بلدك بتقدم كورة حلوة للناس بتقدم تطوير فيه تطوير طب ممكن يا سيد محمد سألك ايه اخر تطورات المشكلة بتاتل اسماعيل موضوع ابراهيم حسن النهار هتحكي عملك ب15 مليون خلاص لا اللي بحكم لي ب20 مليون و500 وصلهم من 24 مليون بالغرامات بالغرامات النهاردة الصبح الطعن رقم سبع هم اشتكوا في سبع جهات النهاردة النادي الاسماعيل ايه النادي الاسماعيل النادي الاسماعيل اه ده في موضوع ابراهيم حسن صرف صرف حوالي اربعة مليون على شكاوي رغم انه هو فيه حكم هائبات من المحكمة الفيدرائية العليا في سويسرا بان الموضوع انتهى خلاص ولكن كان عشان يطول وقت زي لجان التطبيع بالزبط عايزين يعود اكتر وقت فبيضيع وقت مش عايز يدفع فدخل النهاردة فيه حكم المركز تسوية اه في اللاجنة الولمبية في مصر دي النهاردة الظهر رفض الطعن بتاحهم طب ده عادلوقتي احسن هتاخد الفلوس دي طبعا طبعا ده حكم محكمة رياضية دولية ولو ما ادفعتش هو اتخصم عليهم ثلاث نقاط ولكن برضو لان في عندنا ادارة في الاتحاد الكرة يعني مش عايز نتكلم عن التهدي في الموضوع الاول خد ثلاث نقاط مفروض بعدها بشهر ياخد حاجة اسمها تغليز العقوبة ست نقاط يعني بستة اه اتخيل لو كان خد ست نقاط كان ممكن يهبط طبعا كان عيبط مؤكد ده كان كل شهر يغلز العقوبة لما يوصل لغاية 18 نقاط لأ القانون الدولي ما فيهوش يظهر هو النهاردة اقول لك الحاجة مش عايقدر يسجل لعب جديد النهاردة بدليل ايه النهاردة ده هو سجل كل اللعيبة القديمة تحسبا لان هو اللي التحاد ممكن ما ي وبعدين طبعا يعني دلوقتي لازم الفلوسي تتسدد قبل ما لاسمعني لاعب قايماته ما يقدرش يسجل لعب واحد جديد هو سجل القدام لانه ده القانون بيسمح لكن القيد القيمة التانية القيد جديد ولا لعب فهو سجل كل القدام لانه عارف ان هو طب هارك فيه تواصل مع حضرتك لا 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 ما فيش تواصل لا لا ما فيش حتى مرة واحدة جالي مش حتى بيحاول ان هو مثلا قصت ندفع نص بص جالي مرة السيد احمد اسمان وقال لي بص احنا معترفين ان احنا المبلغ ده علينا وان احنا هندفعه ولكم ده كلته ولكن تاني وما عطل قيتهم رفعين مرة هنا ومرة هنا ورفعين خمسة اماكن كلها لن تفيد الاسماعيلي تعطي الوقت ولغاية النهاردة وتكلفة ثلوس جمهور الاسماعيلي كله فاهم ان النهاردة النادي الاسماعيلي بيتعاقم على العيب النهاردة هتعاقل زي كنت انت سجلت الأدام اللي عندك كلهم تحسبا لانا كنت مش هتسجلك فهي دغداغة مشاعر للجباهير احنا حنسجل لعيبة لكن مش هتسجل لعيب لغاية امبارح اول امبارح احمد بجاهد بتكلم معايا قال لي القيد موقوف وقال لي وانا بلغت الكلية اللي هو المحامي بتاعهم وقلت له انا لن اسجل لعب للاسماعيل الا لو الاتحاد الدولي بعتلي قال لي سجل قال له لان ده حكم من الاتحاد الدولي حكم من المحكمة الرياضية فده مفوش كلام لكن دي بالمناسبة يعني برضو احنا الفهلوة في مصر يا بيلو انت قادرة لا لا بيحاولوا شتروا وقت هو الموضوع اصلا من الاول ان انا اطلع العيد ان هو عارة لو كان الموضوع من الاول كنت وفرت فلوس والموضوع كان باحترام واتنفست العقد مع الناس وده اللي بيحصل في عقد والعقد سيئات المتشاعد ما بتدي لناس اخر صحيح شوز محمد نورتني واحنا موضوعات بتاعي دي محتاجة انا عايز بس